اشتركوا في القناة ورعاه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكر تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية منوها بالمشاعر النبيلة التي أظهرها أبناء الوطن بهذه المناسبة معربا عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة فيما أشاد بالجهود التنظيمية التي بذلتها الوزارة والأجهزة الحكومية المعنية والتي أسهمت في إنجاح موسم أعياد البحرين ثم أشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برعاية افتتاح مبنى القيادة والمشآت الجديدة بمعسكر سافرة وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكر تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين وهن المجلس معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة بافتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة التي ستعزز الجاهزية وتدعم جهودهم المخلصة لتقديم خدمات أمنية متميزة بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعزيه ومواساته إلى دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بوفاة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح رحمه الله مستذكرا مآثرا ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في نهضة دولة الكويت وتطورها في جميع المجلات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة أدائه اليمينة الدستورية أميرا لدولة الكويت الشقيقة كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت وشعبها الشقيق بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بتجديد الثقة التي أولاه أولاه إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهم عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقا لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والاستهار والرخاء ثم هنأ المجلس الدول الصديقة بمناسبة احتفال دولهم بأعياد الميلاد متمنيا لهم المزيد من التقدم والتطور وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد الفين واربعة وعشرين فقد تمنى المجلس بأن يكون عام خير ونماء على مملكة البحرين وشعبها وأن يسود فيه العالم السلام والأمان والتنمية التي تحقق تطلعات الشعوب ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمواصلة مسارات التطوير وتعزيزها بروح الابتكار الذي يرسخ التميز والكفاءة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وحثى كافة مراكز الخدمة الحكومية على التنافس من أجل تقديم خدمات حكومية مميزة تلبي تطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن نتائج الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام الفين وثلاثة وعشرين والتي شملت واحداً وسبعين مركزاً حكومياً حصل ثمانية عشر مركزاً منها على الفئة الذهبية وست مراكز على الفئة الفضية حيث آرب المجلس عن الشكر والتقدير للمراكز الحاصلة على الفئتين الذهبية والفضية على جهودها وما أبدته من حرص على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين إلى ذلك استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام الفين وثلاثة وعشرين والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة اثنين وخمسة أعشار بالمئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة أربعة وخمسة أعشار بالمئة وشكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ما يقارب ثلاثة وثمانين وستة أعشار بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك التضخم بنسبة عشرين بالمئة منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بعد ذلك قرر المجلس ميالي أولاً الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول تتشيني منصة بنك المعلومات العقارية عقاري والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي قانونين بالتصديق على الاتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وكل من ولاية غير نيزي وحكومة هونغ كونغ الإقليم الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول أعلن نوايا بين وزارة الداخلية ووزارة الداخلية بجمهورية النمسا والذي يهدف إلى توثيق التعاون الأمني بين البلدين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال التعليم العالي مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها خذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس العالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركة سعادة وزير الخارجية في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة نتائج المشاركة في الدورة السادسة لمتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري المشاركة في عمال المؤتمر الدولي لأسواق العمل نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين كوب ثمانية وعشرين المشاركة في مؤتمر الطاقة العربية الثاني عشر والاجتماع الوزاري لمنظمة أوبيك مئة واحد عشر المشاركة في الاجتماع العربية الثالث والأربعين لوزراء التنمية الاجتماعية المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في يناير الفين واربعة وعشرين ترجمة نانسي قنقر